بسم الله و السلام على رسول الله السلام عليكم حبوباتي ان شاء الله تكونوا كم بخير بصحة جيدة ومعنين ان شاء الله لديكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم تتفيد منو فيديو مليء بالوصفات السهلة والسريعة واللطيذة ان شاء الله هتجربوها راح ندرلكم وصفة العشاء سهلة مهلة وندرلكم ايضا لبينوتا الدجاج فلا كوكوت ميني تحضروا في دقائق ورح ندرلكم تحلية بفلون وورا سهلة مهلة وبلغاتو فكرة جديدة للتحليات تحليات رمضان ان شاء الله ونبدأوا بسم الله على بركة الله قبل ما نبدأوا في الفيديو نرحب جميع المشتركات الجدد في القناة نقولكم اهلا وسهلا بكم في قناتي ان شاء الله تنال قناتي اعجابكم ونشكر مشتركاتي حبوباتي الغليات على تعليقاتكم ومشاهدتكم شكرا جزيلا ويلا نبدأوا مع بعض بسم الله على بركة الله في الفيديو تاع اليوم هنا ان شاء الله كما كتوفو عندي كمية من الخضر يعني كان اخر الشهر وهذا وش قعد من المصروف ومن الخضراء ودرت يعني كما كتوفو اكوتي درت شوية تعكسرا راهي في الساشية ورح ندير عشاب هذي الخضراء رح ندير طاجين يجي روعة يجي ما شاء الله يجيبني بالبزيف كما كتوفو بالكورجيت حبه بطاطا حبه كورجيت حبه بذنجان وشوية فلفل وحبه تعبصل وزوج حبه ستاع طماطم صغار كما كتوفو هنا عندي في الطاجين رح ندير في الطاجين طاج الخضر يجي روعة روعة يجيبني بالبزيف جربوه ما تندموش عليه اذا كان ما عندكمش الطاجين ديروه في المرميطة عادي في البورما والله في اي كاسخول عندكم هنا كما كتوفو قطعت هذو كل خضر كامل بعد اللي خسلتهم نقيتهم وقطعتهم كما راكم تشوفو درت كمية من الزيت في الطاجين لابس بها ورح نقلي جميع الخضر مع بعض سبكت في البصل والفلفل والبطاطا نقلي يوم مليح حتى النبخيسكي طيبو 90% ودرت قرنتاع فلفل كما راكم تشوفو رح نقلي هون نقلي هون مليح نقلي هون مليح حتى ندخل لهم الطيان بعد اللي يدخل للبطاطا بعد اللي يدخل اللي يدخل لها البطاطا نقلي هون نكمل نلوح البغجين والجريويت لانهم يعني ما يديوش وقت طويل بش يطيبوه ونحاول ان نطيب كامل نقلي هون في هذك الزيت حتى نديو البناء تاع القليان وهنا راح ان شاء الله نوجدو تتبيلة تاع الدجاج كمياء من راس الحانوت اعافون في الكحل وشوية تاع كمون وشوية تاع ثوم غبرة متجفف كنت قدروا تديرو ثوم حب عادي درت شوية تاع زنجبيل ودرت شوية تاع كوركم ودرت ملعقة صغيرة تاع فلفل احمر ودرت شوية تاع دبشاء او ديرو معدنوز كما ابغيتو المهم نكهوهم شوية اعشان وعصرت نصف ملعقة اعفون عصرت نصف حبة قارس تقدروا تستغنيوا على القارس اذا كان غير متوفر عادي ودرت شوية تاع الماء كمية تاع الماء خلطت بها المكونات من احسن ديرو كمية اقل من الماء انا درت شوية بزيف تفلتلي الكاس وفرقت كمية كبيرة من احسن انكم ديرو كمية فقط صغيرة من الماء ومن بعدها تجيبو لي بينو تاع الجاج ولا اي صودور ولا اي طرف تاع الجاج عندكم لو تتحولوا انكم درت شوية تاع ملح كما تشوفوا راني حليتهم بالسكين باش يشرب لي مليح هذيك الخلطة نخلطهم مليح نغطيهم وخليهم يترقضوا في هذيك السلسة هنا يا راهي الخضر تاعي بخاسك طابت راح الان اضفت لها هذوك زوج حباس على الطماطب بعد اللي تقللوا لي مليح راح نوجدوا السلسة المرافقة كما تشوفوا ودرت ملح كوركم شوية عكمون شوية فلفل اسود ودرت شوية تعكاري شوية عرس الحانوت شوية دبشاء وشوية الملح وشوية تعثوم موجفف ودرت كمية على الماء ما تكثروش الماء الماء لازم ديروه سخون لانو الخضر تاعنا راهي سخونة والطاجين تاعنا راهي سخون كما قلت لكم تقدروا تديروها عادي في المرميطة والله في اي كاس خول عندكم تقدروا فلاكو كوتمينويت كما تحبوا نفرغل اسود تاعي كما تشوفون حاول ندخلها مليح في الخضراتي طيبة نغطيها فقط ونخلي واحد الخمس دقائق باش تجهنسنا مع الخضراء يعني ستقوني يجي ما شاء الله هذل طاجين يجيبنين بل بزيف انا يعني كنت سماما عندي حاجة في اللوبغ جيمس احكدرتوا بهذه الطريقة جا هاي العجبني بل بزيف وكلناه خلصناه الحمد لله جا روعة جربوه ما تندموش تقدر اضيفه معه شوية مرق مرق الخضر يعني يجي ايضا معه فقط خليته كما اشتوه خليته حتى الربعة دقائق خمس دقائق ونحيته تخليه فيه شوية لسوس لانه الطاجين راح يزيد يغلي ويزيد يشربنا السلسة خليه فيه شوية لسوس ويجي اروعة كما اشتوه مكونية جد بسيطة والخضر كما بغيت يديري الخضرات اللي عندك وهنا يا راح بعد اللي راح نطيب نبدأ نطيب الدجاج راح ندلو فلاكو كوتمينيت وحتى المنطن عشرين دقيقة ويجيتلك هذا الطبق هنا كما اكتوه فلاكو كوتمينيت مدر ثلاثية لولو فرغت الخالط التعيم على البينو نقليه ممليح حتى يعني يتقلوا الممليح وهذا يشربوا مليح هذا كلمة كامل تبخر لي الآن راح نضيف لهم شوية زيت ناباتية ونسكر عليهم ونخليهم نحسب لهم واحد الربع ساعة عشرين دقيقة ونحيوهم يكونوا طيبين ان شاء الله راح يجيوا واحد البنم رائعة جربوه يعني متندموش عليه وسهل ماهل خاصة يعني الى النساء العاملات اللي يدخلوا روطان للدار يعني افكار للعشاء فقط تجي هيلة ميلة سهلة مهلة وتجي رائعة بنيناء بل بزيف نحاول نقليهم ممليح مع هذك الزيت وبعد نسكر عليهم كما قلت لكم تبدأ السفرة نخليهم على نار هادئة جدا وخليهم بربع ساعة عشرين دقيقة يكونوا وجدين ان شاء الله ماكو تشوفو خلي تحتان يعني بردتلي لكوكو تاعي وراني حلي تعليها ذيك السلسة جي روعة تقدروا هذيك السلسة ترفقوها مع الاروز ولا معكس كيس ولا جي تحفة يجي بنين بل بزيف ولا قدمته في سحن التقديم يجي ما شاء الله يجي ما شرب البنة تقليزي بي سوي جي اروعة تحفة 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 نحرك المكونات كامل مع بعض المكونات نضيف القطو كما قلت لكم بالنسبة للقاطو اي نوعية برينو اي ماشوك كما تشوفوا بعد الرفيد للغليا نحيت الكسخل من النار وضفت هذا كل قاطو اللي فيه يعني ابراب الدخل راح فيه شوكولا ونحاول نمكسيه جيدا بالمكسر تقدروا تضيفوا كمية القاطو اللي بغيتو ما يجيكم شعقة بالبزيف نقصوا كمية القاطو ولي بغيتو يعني يجيكم ما يجي جامد بالبزيف تقدروا ديره فوم الكبير عائلة كبيرة وفي رمضان وما يبغيت يشتتع بي يديري في مول فريد فرغي في مول فريد كبير وبعدك يطيب اقل بيها راح تجي تحلية رائعة راح تقطعها بالموسعى يدير انها راح تجمد بالبزيف هذا كل قاطو راح يجمدها مع الفلون وهذاك المغرفة اللي درناها تاع الكاكاو راح يجمد يعني يجي كتلة وحيدة تقدر حتى تقطعها بالسكين وكل ما درتي يعني كمية اكبر من الحليب زيدي يضع فيه زيدي يديري كمية على القاطو وديري كمية اللي بغيتي كل ما بغيتي يجي يديه بسبل بزيف كثري كمية القاطو ويجي بنين يجي ما شاء الله ورح بعد اللي كما تشوفو انا فرقتوه في الكيسين درت انا راح ندير التقطع من الفوق راح ندير درت شوكولة بالحليب شوكولة اولي ولا تدروا شوكولة نواه ولا شوكولة بلون اللي بغيت وتزين اختياري درت فيه واحد راس ملعقة تاع زبدة ودرت سجل ملعقة كبار تاع حليب ورح ندوو بهم كما كتشوفو بعد اللي دابت نحاول نخلطها راح نتحصل على كريمة ونقدروا نضيفوا الحليب بالتدريج حتى نتحصلوا على القوام اللي رانا بغينو ورح اجي تبريه لانا فيها شوية على الزبدة بعد اللي راح تتنشف لكم لي هليه التحلية تعنا كما قلتوكو فيها القاطو راح نبعد اللي ذوت الشوكولة فرخها كطبقة ثانية من الفوق واخليهم على جنب حتى نحني تبرد جيدا وتجمدنا الشوكولة هذيك فوقانية بعد اللي جمدت كما كنتشوفو ديت هاد التدرج اللوني الجميل لانا القاطو تعيلي درتو انا في شوكولة بلون وشوكولة نواخ في شوكولة البيضة وشوكولة الكحلى سبوغسة دارت هذي الطبقات الجميلة وبعدها من الفوق زينتها ببلوز ولا كوكي ولا زينو كما تحبو انا زينتها ببلوز هذا المد الشيش وحطيت حبة شوكولة من الفوق كما قلت لكم تقدروا تديروها في مول كبير عائلة وتقلبها وتزينها وش تحبي يعني تجي شدفة روحة كما قلت شوفو تجي شدف روحة بل بزاف تقدر حتى تقطعها بسكين ولا هدا هو الفيديو تعلنا نهار اليوم ان شاء الله يكوننا لإعجابكم في الآخر مع اليها نقولكم تهلا فروحكم ما تساوش تائما دعمي بلايك ديرو لي جامل الفيديو بارتجوه مع الأهل والأصدقاء نقولكم تهلا فروحكم تلاقوا في فيديو آخر ان شاء الله وصفات أخرى أترككم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته